ما زالت قضية المعتقلين السوريين والفلسطينيين السوريين في السجون المصرية بالاسكندرية معلقة فرغم المحاولات المستمرة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية للإفراج عنهم إلا أن السلطات المصرية ترفض ذلك ولا تطلق صراحهم إلا بعد حزهم لتذكرة السفر خارج مصر وفي محاولة من قبل المعتقلين للضغط من أجل إخلاء سبيلهم أعلنوا إضرابهم عن الطعام في قسم المنتزه بالاسكندرية رجالا ونساء وأطفال المضربين عن الطعام صلوا شهر ونص تقريبا بهاي الظروف اللا إنسانية يحاولوا أن يصاعدوا هذا الموضوع لا يوصلوا صوتا للناس أنه هن المعتقلين بشكل غير شرعي وين المنظمات وين السلطات وين كل هالناس هاي أنه تكون تصلت الضوء عليهم فهم من خلال هذا الموضوع من خلال هذه الإجراءات الممارسة عليهم أضربوا عن الطعام وخبروني يوم الجمعة بـ 23 و 22 الشهر تم الاتصال فيه من أحد المعتقلين أنه هن رح يضربوا عن الطعام لحقاية تحقيق بطالبهم واللي هي إطلاق صراحهم وخراجهم من هاي الحالة غير شرعية على الرغم من إطلاق صراحهم من قبل النيابة العامة المصرية لعدم وجود جرم إلا أن السلطات ما تزال تحتجزهم دون بيان السبب وقد مر على اعتقالهم أكثر من شهرين عاشوا خلالها بظروف لا إنسانية في كافة النواحي يعني والحقيقة احنا مهتمين جدا بأخواننا السوريين الموجودين حاليا خصا في كرموز وفي قسم تاني المنتزى لسه أنا متصب وزارة الداخلية الآن وحقيقة أنا طالب الأفرق لدي وقت نظري ومنتظر رد من وزارة الداخلية تشير الإحصاءات إلى إلقاء القبض على أكثر من 750 سوريا وفلسطينيا وزعوا على أقسام الدخيل والجمرق والمنتزه الجديد ونقطة أبو قير ومرسى مطروح قرار الترحيل من مصر سيشرد المحتجزون فهم لا يملكون الأموال الكافية لحج تذاكر السفر ولا يجدون من يستقبلهم بالخارج إضراب المعتقلين السوريين عن الطعام في السجون المصرية تعتبر خطوة تصعيدية تستوجب تحرك السلطات المصرية للإفراج عنهم خاصة وأن احتجازهم لا يعتبر قانونيا وفق القانون المصري نفسه إنجي سليم أوريانت نيوز القاهرة